العلاقة المبنية على القطعة بين المستقبل والقوات انفجرت بسحر حكيم واستنفار شيخ فتحولت جدالاً عبر منصات التواصل الاجتماعي تردد صداه في أكثر من اتجاه القصة بدأت بحديث لرئيس القوات سمير جعش علي الأهرام المصرية تناول خلاله العلاقة مع الحريري على قاعدة إجر بالفلاحة وإجر بالبور فشدد على أنه لم يتخلى عن دعم سعد الحريري ولكن الظروف أتت غير مناسبة على الإطلاق لتوليه رئاسة الحكومة وكان من الممكن أن تكون نهاية له ولدى السؤال انفعل ذلك بدفع الحرص عليه قال من جهة ولكن الأمر ليس بهذه الصورة وإنما كنا وما زلنا بحاجة إلى تغيير كبير في لبنان حيث لا يمكننا أن نستكمل المسيرة بنفس الطريقة ونفس الأشخاص وفي شأن كان تجاوز الحريري يعتبر ظلماً للطائفة السنية بشكل أو بآخر شدد على أن صراحة كان متيسراً أن يقوم تيار المستقبل باختيار شخصية على غرار الرئيس حسان دياب لترأس الحكومة وكان الوزير وليد جنبلاط مع هذا الرأي أيضاً لكنه لم يرشح اسماً لرئاسة الحكومة ولم يرى الأمر مناسباً على هذا الكلام وبشكل سريع أترد الحريري عبر تغريدة قصفت الجبهة فبتهك من قال الحريري بمجور حكيم ما كنت عارف أن حصيبتك هل أد دقيقة كان لازم أشكرك لأنه لو لك كان من الممكن أن تكون نهايتي معقول حكيم أنت شايف مصير السياسي كان مرهون بأرار منك يعني الحقيقة هزلت يا صاير البخار مغطى معراب أو أنك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري وما أن أتى رد الأخير حتى تفاعل معه نوابنا المستقبل منهم النأب سامي فتفت الذي خرج عن صمته مغرداً في السياسة القوات اللبنانية فرضت ميشيل عون رئيساً للجمهورية القوات فرضت قانون انتخابي سمحة لحزب الله بالسيطرة على مجلس النواب سامير جعجع يساند الرئاسة الأولى على العميني ولو ترجعت عشر خطوات لورا ما ترمي أخطائك اللي وصلتنا لهون علينا يا حكيم العلاقة الاستراتيجية أهم من تكتيكات المصلحة إلا أن وسرعاً ما سحب الأخير التغريدة ترجمة نانسي قنقر